كله متذكره كله بمناسبة الأهل والزمالك إزاي نرجع بقى للسؤال اللي احنا كنا منسأله قبل الفاصل إزاي نلعب كورة حلوة إزاي نستمتع بيها من غير ما نغلط ونجرح فبعض طبعا الوسط الكروي الفترة اللي فاتت كان مجدود ومعروف أسبابه والمستوى اللي احنا وصلنا ليه فطبيعيا مع التطور اللي حصل في السوشال ميديا تحديدا الناس كلها في إيديها الموبايلات دلوقتي بتشوف الأكبار وبتشوف التصريحات وبتشوف كل حاجة وبالتبعية اللاعبين جزء من المجتمع ده فبيشوفوا الأمور دي وبدأت تنعاكس عليهم وتنعاكس على سلوكيات الجمهور الفترة اللي فاتت يا سام كانت شد غير طبيعي والمستوى وصل انحضر لطريقة لدرجة صعب أن أحد محترم يتقبل اللي كان موجود كابتل وقل مستغربة جدا فكرة اللي احنا وصلنا له أنت يعني حتى حياتك الشخصية صورة بتعملها موقف عملته وكلمة قلتها دخلتها في الكورة ودخلتها في الأزمات وعملت لها سيناريوهات وعملت لها حواديد الناس اللي احنا نقصدهم دول كانوا عايزين كده كان عايزين يشتتوا الناس في أي حاجة بعيد عن المتعة في الكورة وما حصلتش أن الزمالك فاز عن الأهلي والأهلي يفوز على الزمالك بتحصل كتير جدا والأمور كانت بتعدي والأسل فيها الأهلي وفيها الزمالكاوي فأنا تمنى أن يعني الحمد لله الناس اللي اختفوا دول يختفوا خالص من الكورة في مصر ويبتعدوا عن الساحة تماما لأن هم أساس التعصب اللي حصل وأساس الغل اللي حصل عند المشجعين والأمور بقت أكتر من مجرد كورة أكتر من مجرد كورة الأمور أكتر هدوءا دلوقتي كمان بعد انطلاق الأسبوع الأول من الدوري شوفنا الدنيا بقت أهدى شوي بس عايزة أخذ سريعا منك برضو واضح جدا من حتى